لكن المهم هنا في السياق بقى في الخطاب التكليف بما يعزز ما تم إنجازه في هذا الصدد شوف ما يتلو ما يتلو الإنجاز الأمني الكبير اللي عملناه في مواجهة الإرهاب يتلو هنا في الخطاب وتطوير ملفات الثقافة والوعي الوطني والخطاب الدين المعتدل برضو لأول مرة على حد علمي يعني أو على حد تقديري يتم التعامل مع مواجهة الإرهاب بشقيها في خطاب التكليف الشق اللي تم إنجازه وعايزين نعزز هذا الإنجاز مكافحة ملفات الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب الشق التالي له مباشرة أو الموازي له بمعنى أدق ملفات الثقافة والوعي الوطني والخطاب الدين المعتدل ودعنا نقول بصراحة وبوضوح يستعد المرء ليدفع فيه عمره إنه على قدر الإنجاز العظيم لمكافحة الإرهاب لم يكن هناك إنجاز لمكافحة الفكر الإرهابي كي نعززه أصلا فلما خطاب الرئاسي للتكليف الحكومة يضع هذا عنوانا رئيسيا من أولويات الحكومة الجديدة وعلى رأس الأولويات كما هو واضح بيّن تماما في الخطاب يباشيء أظن مرحلة جديدة مفترض النساء يضع فيه ذهن هنا برضو لما نتكلم عن ملفات الثقافة والوعي الديني والخطاب والوعي الوطني والخطاب الديني المعتدل وكأننا إزاء وجوه جديدة ولا اعتماد ذات الوجوه اللي ما عملش الأولوية دي في المرحلة السابقة طب أنا فاهم الأولوية الأمنية وإحنا بنعزز نجاحها لأنها نجحت نجحت في عين الطخين نجحت غصب النعان مين نجحت نجاح عظيم في مكافحة الإرهاب إنما على مستوى الثقافة والوعي الوطني والخطاب الديني المعتدل ما فيش إنجاز عشان نعززه أصلا وبقول هذا الكلام والمرأة على استعداد أن يدفع فيه عمره وما هو أقل من العمر هل ده هيب من الأولويات الحقيقية لدى الحكومة الجديدة ولا الحذر بقى وأصلم هنزعل خطاب الإسلام المعتدل فلاقي نفسه رصد خطاب ديني معتدل هو نفسه خطاب السلفي بس طلع بهداوة يعني أو من غير لحية حتى للصرة ما عرفش المفترض إن إحنا إذا تحدي حقيقي بيضعه رئيس الجمهورية للحكومة في ملفات الثقافة والوعي الوطني والخطاب الديني المعتدل ترجمة نانسي قنقر